مصر أم الدنيا مصر اللي بتجيب رجالة يا بسانت رجالة قد المسئولية رجالة مش عاوزة تطلع وهي مصابة رجالة مصر مبارح خلوا العالم كله يتكلم عليها وكله يشيد بأداء مصر البطولي طولت عليكي صباح الخير صباح الخير لا حقك احنا النهاردة مبسوطين وفرحانين صباح الخير عليكم صباح الفوز صباح الأمل صباح النجاح صباح البطولة ان شاء الله حلم التام نقرب احنا مش بعيدة عنه مبارح احنا شفنا مصر والمنتخب الوطني في الحقيقة متقلق رجع تاني زي الأول رجع تاني يدينا الأمل مصرين كلهم مبارح كانوا بيشغلوا الأغاني الوطنية تحس فعلا انك حبب مصر كده شويتين تلاتة حبتين تلاتة أكتر مبارح شفنا اللعيبة الحقيقة أسود في الملعب نصور لعيبة بيلعبوا أكتر من 200 و30 دقيقة تقريبا راحين جايين وكلين النجيلة نكلم معاكم عن ايه ولا عن ايه؟ عن الفرحة اللي احنا حسنا بيها ولا على البطولة والرجولة اللي احنا حقيقة شفناها مبارح شفنا اللعيبة كلهم في الحقيقة بلا استثناء لكن خلونا نقف بصراحة عند محمد صلاح محمد صلاح اللي قام بدور لا يحسد عليه هو في الحقيقة أي فريق بيلعب ضد مصر النهاردة يخاف جدا من حاجة اسمها محمد صلاح مرعب ما شاء الله عليه مرعب يعني قيادة في الملعب بطولة حقيقية كينج حقيقي زي ما بيقولوا وقف بيوجه اللعيبة كلهم وقف عينه على كل اللعيبة مش بس كده العدم الأنانية اللي فيه والروح الفريق اللي فيه مش طبعية مساعدته لتريزي جي في تاني جول أسست الصريح اللي هو ادهوله عن الجول كان مفتوح قدامه لكن قد أسست لتريزي جي بعد الجول الأوليني اللي هو جابه في الحقيقة اللعيبة مبارح كانوا في موقف لا يحسدوا عليه خلونا ما ننساش أبدا أنه هما كانوا قدام تحديات كتيرة جدا احنا بنتكلم على مش بس ملعب صعب مش بس على جو وارتوبة درجة حرارة عالية مش بس على تحكيم كان صعب مش بس على لعيبة أقوية فريق المنافس لا احنا بنتكلم كل حاجة الحقيقة كانت صعبة من إصابات من عامل نفسي كان مضغوط جدا في أول شوت بعد الجول الأول بعد ضربة الجزاء انت كده في أول المباراة شفت ضربة جزاء وفجول يعني دي حاجة في الحقيقة تضغط أي حد لكن احنا شفنا رجالة حقيقيين يستحقوا مننا النهاردة ان احنا نقفلهم بكل الاحترام وبتحية كبيرة لكل اللعيبة اللي قاموا بدور كبير جدا رغم الإصابات حجازة احنا شفناه تحامل على نفسه الكامدية دول لغاية ما ينهي الشوت عشان خاطر مسئولية جبل اللي في الحقيقة كان جبل وجملته الشهيرة مش هخرج اللي السوشال ميديا تقلبت عليها مباراة أنا مش هخرج عشان هو حاسس ان هو عليه مسئولية كبيرة مفيش حد منه مفيش واحد منهم تخازل انني اللي مبطلش جري مباراة تريزي جيل شفناه رجع تاني بكامل تقلقه وتوهجه في الملعب مين ولا مين فيش حد في الحقيقة يعني تخازل عن دوره لا هم وجهوا كل حاجة بروح قتلية وتحدي وان شاء الله ان شاء الله البطولة دي بتاعتنا بعد طبعا اللعب الجامد جدا اللي احنا شفناه مباراة ده احنا متفقلين ان شاء الله ان شاء الله البطولة دي بتاعتنا لعيبة يستهلوا انهم يكونوا ابطال القرى فعلا مطش مباراة كان في منتهى الرجولة والحماس والروح وشخصية المنتخب اللي احنا افتقدناها لوقت طويل رجعت لنا تاني واقوى من الاول وقدر منتخب مصر انه يفوز على منتخب المغرب الشقيق اللي كان تاني بقول انه صعب وتأهل منتخب للنص في النهائي كاس امم افريقيا برافو 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 عليكم جميع اللعبين برافو صلاح تريزي جي ابو جبل فتوح انني عبد المنعم كلكم ما فيش احسن من كده شكرا جدا جدا كمان لكيروش ما ننساش دوره اللي كان صامت طول الملعب في الحقيقة كان فيه ضبط كده للنفس شفناه فبرافو احنا فخورين بيكم ومستنيين نشوف اداء اكبر واكبر واحلى واحلى منكم في الفترة الجاية قل لي ايه رأيك ده حقيقة يعني انت خلصت كل الكلام بس انه ما فيش كلام تاني يتقال بعد اللي انت قلتيه فعلا خلاصة الكلام انبارح كان فيه رجالة انبارح ومن المكان ده تحديدا قلنا لكم القصة عمرها مكان التاريخ ومواجهات لان دايما مقاييس كرة القدم مختلفة دايما بيكون الفرصة ممكنة لحد اخر لحظة واخر ثانية موجودة في الملعب وهو ده اللي حصل انبارح انبارح قدرنا نشوف كارلوس كروش اللي انبارح يعني زي ما بيقولوا كده اخرص كل الالسنة انبارح قدر يقول للعالم كله مش بس المصريين انه هو مدرب تكتيكي عنده وجهة نظر عنده رؤية كل التغييرات وكل الرهان اللي كان دايما كروش بيرهن عليه واللي كانت كتير اوي بينتقدوا فيه انبارح اثبت ان هو على حق انبارح كروش كان بيغير طريقة اللعب وفقا للمعطيات اللي موجودة في الملعب من ثلاثة اربعة اربعة ادر كروش يغير طريقة اللعب بتاعته ادر اللي هو يدخل مرة تانية من ويلعب احنا مع المغرب بتقول ان احنا يعني قابلناهم انبارح كده ست مرات في البطولة الافريقية بنبارح وفوزنا انبارح ما بقاش فيه عقدة اسمها عقدة المغرب تلات مباريات هم فازوها واحنا فوزنا تلات مباريات كده بفوزنا انبارح وتعادلنا في مباراة شفنا كمان تريزي جي اللي قدر يقول لكل الناس اللي كانت بتشكك لا تريزي جي لسه مش في الفورمة لعب مهاري قدر نشوفه ازاي بيتحرك بسرعة كبيرة جدا من نص الملعب وبيخش وياخد الاسست بتاع صلاح ويجيب جون وقدر اللي هو يعني يصنع فارق حقيقي موجود في الملعب كمان صلاح صلاح زي ما قالت بسانت كان يعني ملك فعلا صلاح كان هو كلمة السر ومفتاح النجاح اللي كانت موجودة مبارح وجوه خطة 18 ما كانش فيه حد بيعرف ياخد منه كورة ابدا يعني شفنا صلاح وهو بيلم وهو بيرقص كل اللعيبة وهو ماسك الكورة محافظ عليها ما بيقدرش يسيبها رغم كل الضغوطات اللي كانت موجودة رغم ان كان يعني يمكن صلاح كان فيه اثناء المبارك ونبنشوف في الاخر ابتدأ يعني يضحك لما الحكم يعني بيدي فاولات كانت مبارح الفاولات نقدر نقول بقى بالبلدي وانجاز لنا التعبير كده بالزوفة فاولات موجودة يعني من اي مكان واي غلط صغير ادي يفاول خلاص لكن رغم ده المصريين قالوا اللي هم رجالة الفراعن قالوا اللي هم عمر ما هيكون في عقق قدامهم وهيفرحوا الشعب المصري كله القصة ما كانتش قصة ماتش ده معدن المصريين المصريين اللي دايما بتلاقيهم في المواقف الحاسمة وعندهم إصرار عندهم كفاح وعندهم إرادة وعزمة البارح مصري لعبة ماتش من وجهة نظري ووجهة نظر المحللين كلهم كان ماتش للتاريخ شفنا في مباراة في منتهى القوة والجدية والحسم والروح العالية جدا ادر كروش في وقت قصير جدا اللي هو يعمل جيل تاني من اللعيبة عندنا محمد عبد المنعم عندنا محمد صبحي نفسه الحارس اللي زي ما قالت بسانت بعد ما أبو جبل قال مش طالع وضغط على نفسه وخان القرار لا لازم يطلع علشان خاطر هو فعلا مصاب ادر محمد عبد المنعم برضو محمد صبحي يثبت نفسه في وقت قصير جدا المباراة كانت في منتهى الروع مباراة قتالية فيها نوع من أنواع الحمس 120 دقيقة 120 دقيقة من الامتاع من المتعة 120 دقيقة كلنا قاعدين لحد آخر لحظة مبسوطين رجالة وقفة على رجلها طول المباراة يمكن بس مش عاوزين نتكلم على يعني دور اللعيبة اللي كانوا يعني بيعملوا أداء بطولي أداء مشرف وكل واحد فيهم أثبت اللي هو على قدر كبير جدا من المسئولية لكن كمان عاوزين نشيد بدور البيعثة المصرية بشكل عام ودور الجهاز الفني من كروش بنتكلم على دكتور محمد أبو العيلة مصطفى فكري اللي أول ما خرج أبو جبل قرر اللي هو ياخده ويطلع بيها القتلة علشان خاطر قبل ما المتش ما يخلص بنص ساعة عشان خاطر يبدأ في العلاج الطبيعي بتاعه ويبتدي يشتغل كل واحد عارف دوره إيه كل واحد عارف مجهوده إيه شفنا وقل جمعة شفنا محمد شخص شفنا ناس كتيرة جدا كل واحد وقف على أعصابه كل واحد مركز ومحمد صلاح طبعا كان كلمة السر زي ما قلنا محمد صلاح يعني كل كان متسلطا منه مبارح في المباراة ويمكن كان فيه إشهادات كتيرة جدا حصلت من بعد المباراة مش بس بقى المصريين وعلى مستوى التحليل لأ بنتكلم كمان على مستوى الدول كان فيه مبارح تهنئة من الصفارة الأمريكية مبارح ليفر بول عمل يعني تويتر على تويتر وقال فيها يعني مبروك لمصر ومبروك للكينج محمد صلاح اللي قدر اللي هو يحط الهدف الأول وقدر اللي هو يصنع الأسستو ويديه لتريزيجي علشان خاطر يا رب وإن شاء الله البطولة دي مصرية وعن جدارة واستحقاء زي ما بيقولوا كده فاضل على الحلو تكة إن شاء الله هتكمل وإن شاء الله كلنا هنفرح صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر